السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب الوفاء كيف حالكم؟ نتمنى من الله الكل يكون بخير عواشر مبروكة إذن نستمر في دراسة الـ ATP والعضلة إذن آخر نوع من التمارين اللي سبق وشرنا لها هي شروط ومراحل تقلص إذن في آخر فيديو قمنا بإنجاز التمارين الوطني من الوطني 2011 الطورة العادية وكذلك أشرنا إلى الوطني 2013 السيدراكية إذن اليوم إن شاء الله سنقوم بدراسة وإنجاز الوطني 2016 الدورة العادية إذن على بركة الله إذن كمجرات العادة دائما أثناء دراسة الوطائق إذن الوطيقة الأولى بها شكلين الشكل آلف والشكل با إذن لاحظ معي بالنسبة للشكل آلف كاللاحظة وجود شبكة ساركو بلازمية وجود خيطات الميوزين وخيطات الأكتين إذن هذه البنيات تذكرونها ببنيات الساركومير إذن الحزاد هو الخط السامك الأسود خط الدقيق وخيطات الأكتين وكتلاحظوا خيطات الميوزين نعم إذن وجود ساركومير بساركو بلازم يعني سيتو بلازم عندما نقوم بدراسة الخلية العضلية دائما نقوم بإضافة ساركو نسبة للعضلة إذن عواد سيتو بلازم نقول ساركو بلازم عواد الغشاء السيتو بلازم نقول ساركوليم وهكذا إذن هذه البنية وهي الشبكة الساركو بلازمية تلاحظوا أنها تحتوي على هذه النجيمات والنجيمات تعني الإشعاع إذن الحد لأن نقوم بدراسة الواتقة سنقول أن الإشعاع يوجد بالشبكة الساركو بلازمية بالشكل ألف بينما الشكل باء ماذا سنلاحظ أن هذا الإشعاع قد غادر الشبكة الساركو بلازمية وأصبح يوجد بجوار الساركومير أي بالساركو بلازم الملاحظة الثانية لاحظ معي جيدا بالنسبة للساركومير لاحظ حزيزة لاحظ المنطقة هذه المنطقة أش تفقين بالنسبة لهذه الحالة نلاحظ ماذا إذن إلا أخذنا مثلا ناخده من ناحية طول إذا لاحظ هذا الطول هذا إلا قارننا بطول ساركومير في الشكل ألف غاللاحظوا أن الساركومير في الشكل ألف له طول أكبر إذن سنقول أن ساركومير في الشكل باء وحدث له تقصير حيث أن حزيزة إذن حزيزة الأول والحزيز الثاني ماذا وقع بينهما نعم في حالة تقارض أما المنطقة أش إذن لاحظ طول المنطقة أش كانت قريبا أو عادة إذن بعد أي في الشكل باء ماذا نلاحظ أن المنطقة أش كذلك أصبحت لها طول صغير يعني تم تقصيرها إذن سنقول أن الساركومير بالشكل ألف في حالة راحة أو في الحالة الارتخاء أما الشكل باء فحدث له بمأنه هناك تقارب حزيزة وتقصير منطقة أش وتقصير الساركومير بأكمله سنقول أن هناك تقلص الساركومير مزيد جيد إذن بعد قراءة الوثيقة سنقوم بقراءة المعطيات لعله سنجد بعض المعطيات الإضافية أو نؤكد فقط المعطيات لفهمنا إذن لدراسة بعد جوانب آلية تقلص العضالي وتحديد دور الكالسيوم إذن هذه نقطة مهمة نبحث عن دور الكالسيوم في التقلص العضالي المعطي الأول بعد عازل الألياف عضالية من عضلة هيكلية مخططة تم وضعه في وسط يحتوي على أيونات الكالسيوم المشعر إذن هذه نقطة مهمة كذلك إذن من هنا نفهم أن الإشعاع هذه النجمة تدعو لي هنا في شبكة ساركو بلازمي أو هنا بجوار ساركومير الإشعاع يمثل ماذا؟ يمثل الكالسيوم المشعر يعني بمعنى أن الشكل أليف الكالسيوم يوجد بشبكة ساركو بلازمية في الشكل باء يوجد بجوار ساركومير نعم وزعت يعني هذه الألياف إلى مجموعتين الأولى والتانية باستعمال تقنية خاصة تم تسبيت ألياف المجموعة الأولى أثناء مرحلة الارتخاء هذه كذلك نقطة مهمة ألياف المجموعة الأولى بمرحلة الارتخاء أما ألياف المجموعة الثانية فأثناء مرحلة التقلص نازل بعد ذلك تم تحديد تموضع الإشعاع داخل الألياف العضلة المجموعتين بواسط صوير الإشعاع الداتي إذن كما نقول دائما لا داعي أننا نوقف عند كل مصطلح بعض الأحيان كان بعض المصطلحات اللي كتكون مرة ما تطرقنا لها أو كيكون كانت فكرة عليها ومشات نظرا لأننا ما كنخدموش بها بزاف إذن ما نوقفوش عند كلمة وكأنها هي اللي غا تحلم تيحان فهمت صوير الإشعاع تصوير الإشعاع الداتي تبارك الله ما فهمت الصفة يعني صوير من أجل تحديد الإشعاع أين يوجد ما فهمتش كأن تبعي الواتعة نفهم إن شاء الله يقدم شكل الواتقة الأولى رسوم تفسيرية للنتائج المحصر عند الألياف المجموعة الأولى شكل آلف يعني المجموعة الأولى قلنا أنها في حالة ارتخاء شكل آلف إذن شكل آلف حدنا حالة ارتخاء الشكل باء هو المجموعة الثانية لا في حالة تقلص يعني اللي يقدر يحددها من الواتقة مزيال اللي محددش من الواتقة مكتوبة في معطيات إذن اللي هذا منك نقرأ الواتقة كي يقولي سهل نقرأ المعطيات وكذلك نركز على المعطيات يعني نسقطها على الوثيقة باش نفهم مزيان أشكاين إذن الآن بكل بساطة الشكل أليف لدينا ساركومير لدينا ألياف عضلية في حالة راحة لاحظنا أن الإشعاع أي الكالسيوم يوجد بالشبكة ساركو بلازمي الشكل باء لدينا ألياف في حالة تقلص فلاحظنا أن الكالسيوم يوجد بساركومير جيد إذن نمر للموالي باش نشوف السؤال شنو المطلوب منا إذن لاحظ السؤال شنو كيطلب منا هو أننا نقوم بمقارنة بين توزيع الإشعاع داخل المجموعتين الأولى والتانية هذا الشكل الأول الشكل الثاني المطلوب منا هو تحديد منح انتقال أيونات الكالسيوم مزيان إذن دائما سؤال أحدد نوعية سؤال قارن يعني نوعا ما تحليل مزيان سنقارن ماذا توزيع الإشعاع إذن قم بإسقاط السؤال على الواثقة الإشعاع يوجد بشبكة ساركو بلازمية في المجموعة الشكل الألف اللي هو المجموعة الأولى ويوجد بساركو بلازم في الشكل بالي هو المجموعة الثانية جاوبت على السؤال استخرج منحة مزيان منحة انتقال أيونات الكالسيوم هنا عندي بغيت نحدد عن المنحة من إلى الاتجاه اللي عندنا هو عند مرور الليف العضلي من حالة الارتخاء إلى حالة تقلص الارتخاء في أجمل شكل القيدة في الشكل الألف لأنه كانت في المعطايات في الشكل باء قلنا أن هناك تقلص من المعطايات إذن هنا بغينا نحدد منحة انتقال أيونات الكالسيوم عند المرور من الارتخاء من الشكل الألف إلى الشكل باء منحة انتقال أيونات الكالسيوم إذا خطيت شكل ألف فين كانت الأيونات الكالسيوم الشبكة ساركو بلازمية مني وصلنا للشكل باء ولاة في ساركو بpelازم إذن الإ shot تنتقل من الشبكة الساركو بلازمية في اتجاه ماذا في اتجاه الساركو بلازم بكل بسات 075 3 المعلومات المعلومة الأولى مجموعة الأولى يوجد في الشبكة ساركو بلازمية المعلومة الأولى 025 المعلومة الثانية بالشكل الثاني بساركو بلازم إذن 0.25 ومن هنا استنتج ومن خلال هذه المقارنة نستنتج لأن هنا استخرج نوعا ما استنتج ومن خلال المقارنة يتبين أو نستنتج عندي الحق نستعمل أي كلمة لما نحدد ليش بالضبط إذن استخرج نستنتج أن أيونات الكالسيوم تنتقل من الشبكة الساركوبلازمية في اتجاه الساركوبلازم أو ممكن نقول ساركومير عندي الحق إذن سؤال واضح الأسئلة لاحظوا دائما منك نسقطع الواثقة كيقول لي سهل جدا أنني نجاوب مازيلا إذن نمرسدي إلى المعطة الثاني المعطة الثاني لدينا الواثقة الثانية إلا لاحظوا هذه الواثقة نوعا ما مغيرة من ناحية الرسوم تخطيطية ولكن شابيها بالواثقة الوطني 2011 لدينا الأكسين وهذه الكوريات هذه البروتينات الكوراوية لدينا خط يمثل التروبوني ميوزين ولدينا نقط بيضاء هل هي النقطة البيضاء هذه كتلاحظوا النقطة البيضاء المتجمعة ثلاث نقطة البيضاء تمثل التروبوني مازيلا لدينا كذلك الميوزين عبارة عن عصية لها رأسان هنا مثلنا رأس واحد ولدينا إشارة إلى موقع التتبيت كيف هو مقنع يعني مغطى ما كيدهرش مازيح هات السهم كي بينا يعني الإجراء شنو غيوقع بعد ذلك أول ملاحظة اللي غنطلب منكم هو واحد دولية الاختلاف بين من ناحية المعطيات شنو المعطى اللي إضافي أو اللي تغير لاحظ معي الحالة الأولى ذكرنا تروبونين تروبوميوزين أكتين والمواقع التتبيت ديال الميوزين والميوزين والمواقع كانت مغطات غير مكشوفة مقنعة الحالة الثانية اللي لاحظ وجود أيونة الكالسيوم النقطة السوداء كتلاحظوها هذي كتشيرنا إلى ماذا كتشير أيونة الكالسيوم بيوجود أيونة الكالسيوم أيونة الكالسيوم بالضبط ترتبط مع من هذ الخيطات أو هذ البروتينات كاملة كتعرف بالطب اللي باللول الأبيض اللي هي التروبونين إذن ارتباط الكالسيوم مع التروبونين لاحظ بالنسبة لهذا الخط الأسود اللي هو التروبوميوزين هناك تغير شوف شكل دياله في هذ الحالة هذي كيف شكل وكان يقوم بتغطية المواقع اللي غير سقو فيهم الميوزين لاحظ الآن موقع الميوزين وصبح مكشوف وذلك بعد إزاح التروبوميوزين إذن نعود إلى الأحداث يوجود الأيونة الكالسيوم التي ترتبط مع التروبونين التروبونين يؤدي إلى إزاح التروبوميوزين تفقين؟ إذن رهى التروبوميوزين في الأصل في كان إذن تم الإزاحة دياله بعد دوران ولا بعد تنشيط التروبونين والتروبونين باش يكون ناشيط ويقوم بإزاح التروبوميوزين لا بد من وجود ماذا؟ أيونة الكالسيوم إذن الآن أصبحت أصبحت إمكانية إرتباط رؤوس الميوزين مع ماذا؟ مع الأكتين هنا كنت تكلم على مركب الأكتين ميوزين أكتين ميوزين أكتو ميوزين ولكن هذا المركب مستحيل أنه يوقع يتشكل إلى ما كانش الكالسيوم إذن من هنا قصني ندير بالي دائماً هذه القضية الكالسيوم قصني نكون نفهم الدور دياله ومنك نقول الكالسيوم ضروري شفناها في الوطني في 2013 سيدراكيا ضروري قصني يكون لدينا الكالسيوم لكي يكون لدينا تقلص عضالي إذن لطلب مني في تفسير أين يتدخل الكالسيوم؟ أغلقها وفات السؤال سوف نعرف أن الكالسيوم بطريق غير مباشرة هو المسؤول على تكون المركب الأكتين ميوزين كيف؟ بارتباطه بتروبونين بعد ذلك تتم إزاحة تروبوميوزين وبالتالي هناك إمكانية ارتباط الأكتين مع الميوزين مازي الوثقة فهمناها نشوفوا المعطيات مكنت مجموعة من الدراسات البيو كيميائية يعني بيولوجية وكيميائية والملاحظة الدقيقة لخيطات الأكتين والميوزين داخل الياف عضالية في حالة وجود وفي حالة غياب هذه كنت أكد للوثقة هنا كنت تكلم عن وجود أيونة الكالسيوم شوف الأحداث غياب الكالسيوم ما كنتش شوف الأحداث يعني شنو اللي يخلى أو السبب كيف صرنا الاختلاف الاختلافات الموجودة ما بين هذا الحالة والحالة هو وجود الكالسيوم مزيلا؟ إذن السؤال بالاعتماد على الوثقة اثنان يعني الإجابة ديالك ماشي من الدرس من الوثقة اثنان والوثقة اثنان هاي أمامنا بيين يعني هنا بيين يعني خسني نفسر خسني نشرح بيين ماذا؟ إذن خسني نسقط السؤال على الوثقة إذن كيف جنقوم بالإسقاط؟ فقط كنقرأ بتماع بيين كيفية تدخل إذن بغينا الطريقة لكي يدخل فيها أيونات ماذا؟ الكالسيوم باش يوقع تقلص عضالي مزيلا إذن غن ناخد من الوثقة وجود أيونات الكالسيوم غنبدأ بيهم لأن هنا يبغينا نشرح كيفاش كيددخلوا أيونات الكالسيوم بيوجود أيونات الكالسيوم التي ارتبطت مع التروبونين شنو الملاحظة اللي لاحظنا ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية إذن المرور ديالنا من هاد الحالة لهاد الحالة بيوجود الكالسيوم تمت ماذا؟ إزاحة تروبوميوزين إذن هنا أخصينات الأحداث بوجود الكالسيوم أو الكالسيوم سيرتبط كنشرح الآن بيين كيف يرتبط بتروبونين اللي هو بالأبيض بعد ذلك تحدث إزاحة تروبوميوزين مما يؤدي إلى كشف مواقع التثبيت إذن مواقع التثبيت فين ممكن يرتبط الميوزين أصبحت واضحة مكشوفة وبالتالي ارتبط الأكتين مع الميوزين وإذا ارتبط الأكتين مع الميوزين لعقلين في الواتيق قضية الوطن ماذا؟ الأكتين على الميوزين وردوا البال ماشي الميوزين اللي كيتحرق الميوزين تابت شكو اللي كيتحرق كيوقع إنزلاق دي الأكتين على الميوزين تفقين؟ هلا إذن السؤال عليه 075 ثلاثة المعلومات المعلومة الأولى بيوجود أيونة الكالسيوم أو هذه الأخيرة ترتبط مع التروبونين يؤدي إلى إزاح التروبوميوزين مما يساهم في إزالة القناع على مواقع التثبيت وبالتالي تكون مركب الأكتوميوزين حدوث إنزلاق ثم تقلص تفقين؟ هنا اللي مثلاً هنقوله عدنا 075 ثلاثة المعلومات كافية وفي الحقيقة نعم عدنا ثلاثة المعلومات من خلال الواتيقة ما يبدناش الإنزلاق إذن ممكن نشير أن هناك ماذا؟ أن هناك ارتباط الكالسيوم مع التروبونين معلومة إزاح التروبوميوزين معلومة تانية ارتباط الأكتين مع الميوزين معلومة تالت وإرتباط الأكتين مع الميوزين يعني تقلص عدالي نسي المرور الموالي إذن الواتيقة الثالثة باش نعرفه المواطعة الثالثة إذا الواتيقة الثالثة غير كنشوفها الطابلو كنتفكروا الطابلو اللي شفناها في الوطني ديال 2013 وعلي شفناها في الوطني ديال 2011 الوطني 2011 العادية إذن من هناك نفهم أنه إلا كان غيرت حط شروط الأطيبطي ولا مراحل تقلص شروط ومراحل تقلص العدالي أكوان كنتم أكد هذا الطابلو لأن الشروط كتتتذكر هنا والمراحل كتتتذكر في هذه الواتيقة باشي إذن الواتيقة رقم ثلاثة شنو كنلاحظو كنلاحظو أننا عندنا ثلاثة الأوساط إذن الوساط الأول يحتوي على الميوزين أكتين أتيب في والكالسيوم ماذا نلاحظ مركبات أكتوميوزين أكتين مرتبط مع الميوزين كذلك كالسيوم وكمية كبيرة من الـ ADP والPE ونحن نعرفو مزيد الـ ADP والPE من نشكي جيونا من السهلاك الـ ATP شنو كنسميو المعادلة في حال السهلاك كنسميو معادلة حل ماء الـ يعني الـ ATP كنزيد عليه الماء فيتم تحليله حل ماء تحليل بواسطة الماء وبالتالي نحصل عن الـ ADP والPE ولكن الأهم شنو هو هو طاقة ذلك الطاقة سبقنا وذكرناها أنها تستعمل من أجل حركة يعني دورة رؤوس الميوزين ولو قع دورة رؤوس الميوزين كنة إمكانية تنزيل أقل أكسين الميوزين إذن تقصير منطقة تقارب حزيزات تقصير ساركومير بأكمله تقصير اللوييفات تقصير الألياف تقلص عضلة وبالتالي حركة الـ الوسط الثاني كيف يعني دائما الجداويل نقرأها مقارنة ما هو الفرق ماهو في الوسط الأول و الثاني الفرق في كين كالسيوم موجود الـ ATP موجود الـ أكسين موجود الغياب لحث اسميوزين لاحظ إذا غاب الميوزين كيف هي النتيجة كيف أكسين و الـ ATP والكالسيوم الـ ATP والستعملات والله والدوء و التي تواجدت طاقة لا لم تجد ماهو إذا الحهو أن يجد الـ الميوزين إذا قلنا الأكتين شنو غلاحة الميوزين غيكون ولكن الأكتين ما كيش لأن الأكتين ما كيش ATP كذلك بقاتف الكالسيوم بقاتف كمية ضعيفة من الـ ATP يعني كمية ضعيفة من الـ ATP تحولت إلى الـ ATP هذه سبق لي وشرط لها في الوطنة في 2011 وغنعود الإشارة ديالها إن شاء الله بما أن رؤوس الميوزين هي المكان اللي كتبت عليه الـ ATP فبمجرد أن يكون عندي الميوزين الـ ATP غتبت على الرؤوس الميوزين وغتستعد يعني هي كتدير في بالها أنه كينا تقلص هذا لكينا أكتين إذن أشكت ديرك يوقع لحلماءة باش تقيني طاقة باش يوقع دوره رؤوس ميوزين ولكن ما كيكونش الأكتين إذن ما يوقعش داك الإنزلاق باش نعوده نرجعه للميوزين الحالة الأصلية دياله ونعوده لنفس العملية لأن الرجوع لحالة الأصلية تستلزيم وجود أطيبة أخرى حلماءة أطيبة أخرى ثم دورا من جديد من أجل الإنزلاق الأكتين من جديد إخصاء أطيبة جديدة صافقين؟ إذا لاحظ معي السؤال علينا سنقطيك في جوج معلومات إذن شكولي غي يحدد لي هاتج معلومات المطلوبة شناعية؟ هو السؤال باستغلال معطيات الواثقة ثلاثة فقط ما كيلمع استثباتك للأسئلة الأخرى المطلوب الآن تفسير ماذا سنفسر؟ الاختلاف الملاحظ في حلماءة الأطيبة صافقين؟ بالنسبة لمختلف الأوساط يعني الأوساط الثلاثة بغيولك في السرلي لماذا هنا الأطيبة ما بقت شو غلت لماذا كمية كبيرة من الأطيبة والبي لماذا هنا الأطيبة بقت كما هي لماذا هنا كمية ضعيفة؟ ظهر إذا كل شيء عنده علاقة باش؟ إذا كلمركبات الأكتوم ميوزين تتم حلماءة الأطيبة بشكل كبير غياب الميوزين غياب الحلماء وجود الميوزين حلماء ضعيفة إذن تفسير إذن بوجود الأكتين والميوزين هناك تكون مركبات الأكتوميوزين أي أن هناك حلمات الأطيب من أجل إنتاج الطاقة أو تحرير الطاقة التي تستعمل أجل دوراء رؤوس الميوزين لإنجاز تقلص العدالة دائما ندير في بالكم أن مركب الأكتوميوزين ينعت بأنظيم يحلم الأطيب الحالة الثانية هنا غياب الميوزين يعني غياب مكان تثبيت الأطيب وبالتالي عدم حلماتها الحالة الثالثة وجود الميوزين فقط سيؤدي إلى حلمة ضعيفة وبكمية قليلة للأطيب لأن الأكتين غائب وبالتالي لا وجود للأنزيم المحفز أو المحلم للأطيب بقوة لهو مركب الأكتوميوز آخر سؤال اعتماد على المعطيات السابقة وعلى مقتساباتك هنا عندك الحق تجيب شيء حاجة ما كنش في الواتع من المقتسابات ديك من الدرس لخص تسلسل الأحداث وركز على هذه الكلمة التسلسل يعني يعني الأحداث تسلسل إلى تقلص المؤدية إلى تقلص العضلة إترائي هاجتها وشير دائما بنفس طريقة الجواب ماشي غير كنقرأ السؤال كنمشي نشوف أي معلومة عند علاقة بالسؤال لا كنركز مزيان في السؤال ومن السؤال كنبدأ يا كنسقطو على الواتيقة أو منه كنجاوب لأنه هنا ما عنديش الواتيق لكاعتماد على المعطيات السابقة كاملة معطى الأول خص نيررجع له شنو استفدنا في المعطى الأول معطى الأول شنو الإضافة اللي كانت عندنا هو أن الكالسيوم كيغادر شبكة الساركو بلازمية على التقلص العضلة مزين يعني في الإجابة ديري خسنا ندكر شبكه الساركو بلازمية خسنا ندكر الكالسيوم والتقلص العدالي الحالة الثانية واتيقتتانية كابهين ندور بالضبط لها الكالسيوم اللي يخرج من الشبكه الساركو بلازمية وبقي الساركو بلازم مش عند ساركومير عندما يمشي بالصاركومير لان الساركومير امonds لانه هو عبارة عن أكتين وميوزين العائلة دير الأكتين امام بها فيها اكتين و baitroponin وطروبوميوزين كاملين كسمهم خيطة دقيقة الميوزين كأنه واحدة هي عصية لها رأسان إذن الكالسيوم عندما يمشي يمشي عن طروبوميوزين فيؤدي إلى إزاحة طروبوميوزين مما يؤدي إلى كشف مواقع التثبيت وبالتالي ارتباط الأكتين مع الميوزين يعني تكون مركب الأكتوميوزين شنهي الإضافة اللي عندي في وثقة ثلاثة أولا كان المركب الأكتوميوزين هناك حل ماءة الآطيف تفقين رأى المعلومات كافية هنا إذن نعود نجاوب على هذا السؤال انطلاقه من هنا إذن السؤال عليه نقطة نحاول ندير أكثر من أربع معلومات إذن إطر الإهاجة هي نقطة البداية عندي إذن عند حدوث إهاجة هذه نقطة البداية تفقين إذن هذه الإهاجة اللي غن نأخذ إذن الإهاجة اللي عنا إهاجة غتكون على مستوى العضلة يعني هي نوعا ما في الحالة الطبيعية شنو اللي كيعود الإهاجة لأن العضلة دي أنا ماشي دائما نخصنا نهيجها باش تقلص في الطبيعة دي أنا الدماغ اللي كيتحكم يعني الإهاجة هي السوية للعصابية إذن إطر الإهاجة وكأننا نقلنا سوية العصابية غتمشي العضلة بالضبط على أي مستوى كتكون على مستوى العضلة بالضبط في كنمشيو كنمشيو للشبكة الساركو بلازمية صفقين؟ إذن الإهاجة ستؤدي إلى تحرير الكالسيوم من الشبكة الساركو بلازمية في اتجاه الساركو بلازم العريضة الثانية الإيونات الكالسيوم المحررة سترتبط بالتروبونين مما يؤدي إلى إزاحة التروبوميوزين عريضة الثالثة كشف مواقع تثبيت رؤوس الميوزين وبالتالي نعم ارتباط الأكتين مع الميوزين تكون مركب الأكتوميوزين العريضة الموالية مركب الأكتوميوزين عبارة عن أنزيم محل يعني يقوم بحلمة الأطيبي وبالتالي وهل حلمة كبيرة للأطيبي من أجل تحرير الطاقة عريضة الموالية هذه الطاقة تستعمل في دورة رؤوس الميوزين نحن سنستعمل مكتسباتك دورة رؤوس الميوزين وبالتالي تسهيل إنزلاق الأكتين على الميوزين عريضة الأخيرة تقصير المنطقة تقارب حزيزات تقصير ساركومير أي تقلص عضلي تفقين الشباب إذن بهذا نكون قد أنهينا هذا التمرين وأنهينا جميع الأنواع التمرين اللي كتوضع في الوطنية للأطيبي والعضلة إذن عندكم سبعة ذيال الفيديو وفيهم سبعة ذيال التمرين اللي خطبتهم هذو ما يمكنش تمشي الدوز الوطن إن شاء الله وإنت ما خد مش هذة سبعة تمارين إذن وكأنك تضحك بالنقاط ديال الأطيبي والعضلة واللي ضبط هذة سبعة تمارين والوقت كافي ما زال عندكم من هنا إحتى الوطن اللي في الأول شهر سبعة إن شاء الله يعني اللي ضبط هذة تمارين يقلب على تمارين مشابهة لهذا ويزيد يخذبهم وأتلاحظوا أن هذة الوطن اللي كنأكدوا عليهم هما نفسهم كيتكره إذن بالتوفيق الله يفقكم مع السلامة إذن في حصة يعني فيديو مقبل إن شاء الله غالبا غادي يكون ديال باش نبدأ باش نبدأ